شيئا فشيئا تستدرج ميليشيات الحشد في العراق نحو منزلق الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط ضاربة عرض الحائط بأمن العراق واستقراره فبعد أن جلبت تلك الميليشيات على البلاد هجمات صهيونية لضرب مخازن للأسلحات الإيرانية التي تخفيها الميليشيات إذا بها تورط العراق في جبهة جديدة عبر هجوم على منشآت نفط في السعودية أعلنت ميليشيات الحوث مسؤوليتها عنها بينما تؤكد تقارير أمريكية أن ميليشي الحشد شاركت في هذا الهجوم أيضا شبكت سيان أن الإخبارية الأمريكية نقلت عن مصدر مطلع على مجريات التحقيقات بشأن استهداف معملين لشركة أرامك السعودية في منطقة بقاء أن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة أقلعت من العراق وليس من اليمن في حين قال صحيفة وورد ستريت جورنال أن الخبراء الأمريكيين والسعوديين يدرسون احتمال استخدام المهاجمين على منشآت النفط السعودية صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران من دون استبعاد فرضية الطائرات المسيرة تقارير تدعمها أنباء نشرتها صحيفة الرأي الكويتية عن اختراق طائرات مسيرة للأجواء الكويتية قادمة من الشمال باتجاه الأراضي السعودية وأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض تزامنا مع تعرض المنشآت النفطية في منطقة البقيق في السعودية للهجوم يدعم ذلك أيضا تصريحات إيرانية وأخرى أطلقها زعماء ميليشيا الحشد ضد من وصفوهم بأعداء إيران إذ هدد الرئيس الإيراني روحاني سابقا بأن بلاده إذا ما منعت من تصدير نفطها فإنها ستمنع الآخرين من التصدير أيضا كما أن زعماء الميليشيات في العراق هددوا أكثر من مرة باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة دفاعا عن النظام في إيران وبالطبع ليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن مشاركة ميليشيا الحشد في هجمات ضد المصالح السعودية فقبل ذلك بأسابيع تواردت الأنباء عن مشاركة طائرات مسيرة طلقت من العراق في قصف منشآت نفطية في السعودية أيضا وكالمعتاد نفت الحكومة في بغداد ذلك إلا أن تكرار هذا الأمر ربما لن يجدي معه النفي وقد يجد العراقيون أنفسهم متورطين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل